تحطم مروحية النقل العسكرية الأمريكية سجل أكبر حصيلة للقتل بين الأمريكيين في حادث واحد منذ اندلاع الحرب في أفغانستان عام 2001 المروحية وهي من طراز تشينوك تحطمت في إقليم وردك إلى الغرب من العاصمة الأفغانية كابل وأسفر الحادث عن مقتل 31 من جنود القوات الخاصة الأمريكية بالإضافة إلى 7 جنود أفغان دفعة واحدة تحطمت الطائرة خلال عملية مشتركة ما أسفر عن مقتل 38 جنديا بينهم 7 من قوات الكوماندوس الأفغان والباقون من القوات الدولية ويجري التحقيق حاليا في الحادث حركة طالبان أعلنت مسؤوليتها عن إسقاط المروحية أثناء معارك دارت خلال الليل بين مسلحيها وقوات حلف النيتو الذي أقر أيضا بسقوط المروحية وقال متحدث باسم الحلف إن الطائرة هاجمت منزلا لمسلح حركة طالبان وقتلت ثمانية منهم قبل أن تتحطم من جهة أخرى قال أحد شهود العيان لبي بي سي إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض وإنها أصيبت بصاروخ أشعل النيران بها ثم تحطمت وفي بيان مقتضب عبر الرئيس الأفغاني حامد كرزاي عن تعزيه لنظيره الأمريكي يأتي هذا الحادث بعد نحو أسبوعين من انطلاق عملية تسليم المسئولية الأمنية تدريجيا من القوات الدولية إلى قوات الجيش والشرطة الأفغانيين تمهيدا لانسحاب كافة القوات القتالية الأجنبية من أفغانستان بنهاية العام 2014 أحمد نياب بي بي سي رائع ومثى بدرجة من الدولية درجة من الدولية أحضر شكرا